مرحبا اصدقائي في هذا الفيديو سوف نقوم بحذف حساب جيميل بشكل كامل بطريقتين الطريقة الاولى نذهب مباشرة الى الضبط بعد الضبط نختار خيار جوجل والذي طبعا يحتوي بطبيعة الحال على الحساب الان يمكنك اختيار الحساب المراد حذفه من احد حساباتك والضغط عليه ثم نختار ادارة حسابك على جوجل الان سوف نتكلم على الطريقة الثانية وهي بطبيعة حال اختيار اي منتاج من منتاجات جوجل واللي يكون على سبيل المثال يوتيوب نضغط على رمز القناة طبعا اذا لم تكن هذه القناة تختار القناة المراد اذا ازالتها ومن ثم نضغط عليها من جديد وناخد ادارة حسابك على جوجل الخيار نفسه سابقا نضغط عليه لنتابع في ازالة الحساب طبعا ننتقل مباشرة الى كلمة البيان والتخصيص ونبحث عن كلمة ازالة الحساب او ازالة محتوى الحساب ازالة جوجل ازالة حساب حذف خدمة او حذف حسابك هذه هي نضغط عليها مباشرة طبعا يوجد عدة انواع من حذف الحساب في جوجل طبعا يمكنك حذف خدمة وحدة فقط مثلا يوتيوب او جيميل او 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 طبعا الخيار الثاني وهو حذف حسابك على جوجل بشكل كامل وما هو يرتبط ببياناتك الشخصية طبعا وكل شيء مرتبط بهذا الحساب يذهب مع الرياح طبعا تستطيع تنزيل البيانات قبل حذف الحساب هذه ميزة جميلة جدا وانه ايضا يمكنك وضع خطة للحساب الان نذهب مباشرة لحذف حساب على جوجل نضغط عليه وننتظر سواء قليلة طبعا يريد التأكد من انك صاحب الحساب فقط يجب عليك ادخال كلمة المرور والضغط على التالي طبعا تظهر لنا صفحة يقول لك يجب قراءتها بعناية فيتضمن معلومات من الضروري معرفتها ان هذا الحساب سوف يتم حذفه حاليا وان كل شيء مرتبط به سوف تخسره يمكنك تنزيل بياناتك اذا اردت قبل الحذف طبعا يظهر لك كافة المحتويات المرتبطة بهذا الحساب بطبيعة الحال ولكن حاليا لا يوجد سوى اليوتيوب يمكن ان يكون يوتيوب بلوغر ومثلا اي جيميل اي شيء مرتبط بهذا تظهر لك بشكل قائمة طويلة طبعا بطبيعة الحال هنا يجب عليك حصرا وضع اشارة صح في الخيارين انك تريد حذف الحساب وانك المسؤول عن هذا النضوع وتضغط على حذف الحساب طبعا الآن تم حذف حسابك بشكل كامل ويعود الى حساب اخر يختاره الى الحساب الاصلي الآن نذهب سوف نعاني من مشكلة من اي تطبيق من تطبيقات جوجل انه لا يستطيع تسجيل الدخول المشكلة ان الحساب حذفناه من جوجل ولكن هو موجود على الهاتف لدينا يجب الآن حذفه من الهاتف لدينا لتكتمل عملية الحذف بشكل كامل طبعا الخطوة الاخيرة نذهب الى الضبط ومن ثم الى الحسابات والنسخ الاحتياطية ومن ثم الى حسابات طبعا نلاحظ وجود ثلاث حسابات نختار الحساب الذي قمنا بازالته مسبقا ونضغط على ازالة الحساب طبعا تظهر لدى ازالة الحساب مرة اخرى طبعا تم احذر الحساب واصبح لديه فقط حسابين على الجهاز بدون افضاء اتمنى ان يكون الفيديو قد اعجبكم لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اراكم في فيديو جديد السلام